هتجد ان رؤساء الاحزاب المصرية هتلاقي ان رؤساء الاحزاب المصرية بالفعل بدأوا يعبروا الحقيقة عن كامل امتنانهم وتقدرهم لتوجهات فخامة رئيس الجمهورية الخاصة بزيادة الدعم الاستثنائي للمواطنين زي ما كنت بقولك من شوية تاني بطاقة عليها أسرة لحد أسرتين دي بتزيد 100 جنيه أما من 2 ل 3 بتزيد 200 أما من 3 إلى ما هو أكثر فبتزيد 300 وزير التموين الحقيقة وضح ان الحزبة الاستثنائية بتتضمن بالتفصيل اهو 100 جنيه على بطاقة التموين بطاقة التموين المسجعة عليها أسرة واحدة 200 جنيه للبطاقة اللي بتشمل على أسرتين أو 3 البطاقة اللي بتتضمن أكتر من 3 أسر يتحط عليها 300 جنيه